طيب متى يكون الامساك عن المفطرات الامساك عن المفطرات يكون مع اذان الفجر الحقيقي مع اذان الفجر في اذان اول للفجر و اذان ثاني يبقى الاذان الثاني للفجر طيب لو المنطقة اللي انت فيها مفهاش اذانين يبقى الاذان اللي هو المعهود اللي هو اذان دخول الوقت لان الاذان معناه الاعلام بدخول وقت الصلاة فعند إذن مع الأذان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلا لن يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فابن أم مكتوم كان يؤذن أذان الفجر الحقيقي وليس الأذان اللي هو قبل الفجر بربع ساعة في بعض البلدان لا تعرف هذا لذلك هذا من السنة فيكون في أذان أول وأذان ثاني لو المنطقة أو البلد اللي انت فيها مفهاش الذنين هو الأذان اللي موجوده وأذان دخول الفجر ينبغي عنسان أن يمسك فيه معه عن الصيام فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا وعليه لما ورد في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلا لن يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فابن أم مكتوم كان يؤذن أذان الفجر الثاني وعليه فلا يلزم الناس العمل بالإمساكيات الموجودة التي تزعم أن الإمساك يكون قبل الأذان بعشر دقائق أو نحوه فلا يلزم الإنسان أن يمسك في هذا الوقت أو مع مدفع الإمساك أو الإمساكية اللي بتقولك إيه تمسك قبل الفجر بعشر دقائق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إن بلا لن يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم يعني مع أذان الفجر الذي يعلمه بدخول الفجر يمسك الإنسان هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر